زي ما قلت لحضراتكم النهاردة رجال الاهلي لكرة السلة هققوا الفوز على الاتحاد السكندري 83-79 في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين اللي بتقام زي ما حضراتكم عارفين بنظام بيستو اوف فايف اللي هيكسب ثلاث مباريات سيكون الفائز بهذه البطولة الاهلي خسر مباراته الاولى ولكن حقق انتصار مهم النهاردة عشان تكون نتيجة واحد واحد في المواجهات مبروك طبعا لرجال السلة فوز اليوم وان شاء الله نكمل بهذا الشكل وهذه الوتيرة يمكن الشوت الرابع ما كانش قوي ولكن استطعت ان تفوز في هذه المباراة ومباراة من المباريات اللي احنا بنفرح وبنتبسط بان احنا عندنا فريق جيد ومدير فني استطيع ان هو يروح ويرجع في الماتشات يعني الماتش الاول خسرناه وكنا ما كناش كويسين ماتش التاني الحمد لله مستوى افضل ولكن عندنا احسن من كده اه عندنا احسن من كده بكتير جدا 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 ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراة القادمة اشتركوا في القناة